اهلا بكم مشاهد الكرام الى نشرة الى اموحي الاخبار الرياضية نقدمها لكم من قناة ميديان تيفي بطانجة نسأل نشرة باخبار كرة القدم الوطنية حيث يعود قطار البطال الاحترافية للدوارن من جديد ليتوقف المحطة الخامسة بين باحث عن مواصلة المسير بنجاح الى الطامح في تضميد الجراحة شرط هذه الجولة سيقص من اسفه حيث سينازل القرش المسيوي الذي كشر عن انياب في الجولتين الماضيتين وحقق العلامة الكاملة سينازل المتعثر بميدانه في الدورة السابقة نادي ويدد فاس والطامح لعزف لحل الانتصار لاول مرة هذا الموسم قمة قمم هذه الجولة ستكون بالرباط وحوار الأشقاء بين الجيش والفتحة النادي العسكري المتشي بفوز خارج القاعد على فارس دكالة سيحاول مواصلة المشوار بنجاح وتكسير قاعدة التعادل التي خيمت على لقاء الأشقاء الموسم الماضي لكن المواجهة لن تكون سهلة مع خصم الاستأسداء في الرباط وردت دين للبطل ويبحث عن ثلاث نقاط أخرى للاقتراب من كوكبة المقدمة في كأس الكاف يسابق السافر الوحيد الكرة الوطنية في هذه المسابقة نادي الوداد البيضاوي يسابق الزمن استعدادا للمواجهة الحاسمة أو مصطد مالي لحساب إياب الجولة السادسة يوم الأحدى المقبل واضطر الربان الجديد القادم للقلعة الحمراء بدو الزاكي لإجراء تغييرات في مراكز اللاعبين بسبب الإصابة والتوقفات ورغم أن حدودة الوداد في تأهل المربع الذهبي باتت على كف عفريت فهو يمن النفس أن يقدم له نادي جولي برماليا الذي تأهل مبكرا أن يقدم له هدية خلال مواجهة الأخير لليوبر الكونغولي والذي يحتل الصف الثاني بفارق نقطة واحدة عن الفارق الأحمر وفي حالة هزيمة اليوباغ أو تعادل وفوز الوداد سيتأهل مثل الكرة الوطنية للدور القادم يذكر أن الاتحاد الأفريقي للعباء كان قد عين تقما تحكميا من الكوديفور لإدارة هذه المباراة في كأس الاتحاد العربي الأندية لكرة القدم سيأخذ نادي رجاء البيضاء بعد غدنا السبت أول اختبار له في المسابقة عندما يستقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضيفه النادي البنزارتية التونسي وأشرع مدربة نصر الخضر محمد فاخر في تنفيذ برنامج استعجالي لهذا الاستحقاق حيث خاد الفارق حصة تدريبية مثل أمس بمركب الوزيس على أن تستمر الحصة التدريبية بمعدل حصة صباحية كل يوم إلى غاية يوم قد نجمعة حيث يدخل الفارق لمقر إقامته بأحد فنادي قدر البيضاء من جهة أخرى حلت أمس بمطار محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية بعثة النادي البنزارتية التونسي والتي ضمت أربعين فردا من لاعبين وتقم إداري وفني وطبي فضلا عن فعاليات بنزارتية رفقت الفريق لتقديم الدعم والمؤذرة يذكر الاتحاد العربي للعباء على تقم تحكميا جزائريا لقيادة هذا اللقاء توجى اللاعب الدولي السويدي زلطان إبراهيموفيتش نجم نادي باريسان جيرمان الفرنسي بجائزة القدم الذهبية لعام 2012 وذلك في احتفال خاص أقم في قاعة النجوم بمقار نادي مونكو الفرنسي وحصد إبرا الجائزة بعد منافزة مع عشرة المرشحين وقم تسليمه الجائزة النجم العالمي البرازيلي بيلي بحضور نفع من نجوم الساحرة المستدرة العالميين ويعد إبراهيموفيتش الفائز العاشر بهذه الجائزة والتي تعطي أفضل نجم عالمي تعدى 29 من عمره وله حضور مميز وفعال في منافزة كرة القدم على المستوى المحلي والدولي والشخصي في الموسم وذلك بناء على تصويت الجماهير دائما في أوروبا حيث قال جون تيري لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في بيانا اليوم إنه لن يطعن في العقوبة التي فرضها عليها الاتحاد المحلي اللعبة بسبب ارتكاب إساءة عنصرية بحق أنتون فرديناند لعب كويز باكرينجير في لقاء بالبريمير ليغ في أكتوبر من السنة الماضية وعقب الاتحاد الإنجليزي جون تيري بالإيقاف لأربع مباريات وبغرامة مالية قدرها 220 ألف جنيه استرليني في حين القضاء برأه من أي إساءة عنصرية بحق فرديناند وقال تيري في البيان بأنه بعد التفكير ماليا قرر عدم الطعن في العقوبة وقال بأنه انتهز هذه الفرصة للاعتدار للجميع عن اللغة التي استخدمها خلال المباراة أما كويز باكرينجير في أكتوبر الماضي أعلن فريق سكاي المنافس في سباقات الدرجات للمحترفين اليوم انتقال نجمه البريطاني مار كافنديج إلى فريق أوميغا فارماكويك ستيب وذلك بعد أن قضى موسما واحدا مع فريق سكاي وذكر الفريق أن القرار جاء نظر لتضرف الأولويات حيث أن طموح كافنديج في منافسة السرعة تلزمه بأن يشغل المقعد الخلفي في الفريق حيث أنه مفترض عليه مساعدة زميله برادلي ويغانز الذي بات في شهر يوليوز الماضي أول بريطاني يتوج بلقب سباق فرنسا الدولي للدرجات تورد فرنس وحقق كافنديج 31 عاما الفوز في 23 مرحلة في سجل مشاركته بدورة تورد فرنس الدولية خلق الدرجة البولوني جاكوب بريزيكونسكي المفاجأة وفاز بالمرحلة الرابعة لرالي وليبيا المغرب أما الدرجة ديسيبر فقد استفاد من كابوة ماركوما وأنهى الصباق في المرتبة الثانية فيما أنهى فيليب زانول من فريق هوندا أنهى المرحلة في المرتبة الثالثة وبعد المرحلة الرابعة انتزع الدرجة ديسيبر الريادة بعد إبعاد ماركوما وهيبر رودريغيز فيما احتل خوان باريدا المرتبة الثانية أما فرنك فير هونن الفائز بمرحلة ذكر فقد احتل المرتبة الثالثة فيما احتل الدرجة كاستو الذي أعقده المشاكل التقنية احتل المركز التاسع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة